والله يعني إذا كنت تريد التحرير فرب العزة يقول وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بله لهم الآخر قد تسأل تقول كان ثم يهود على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانت لهم أعياد فكاعتفالين مثلا بيوم عشراء وغير ذلك هل ورد أن الرسول هلنأهم بهذه الأعياد أم لم يرد هذا المرد إلى رسول الله لكتاب والسنة المرد لكتاب والسنة طبعا ولو أنا في الطبيعي أنا في مسألة بختلفينها يعني مرجعي الأول هو الشيء مصطر لا خلي كتاب والسنة مرجعك الأول أنا مع رش السنة ممكن أفهم الحديث ظهر الحديث بكيه أنا يكون خاطئ الشيء مصطر أفضل حرقه اللي وفاق كل العلم علي أنا أعرف بس أمن هو أعلم مني أتفضل الله يسلم وأتبعه وليس في كل المسائل ما تتبوش تقليد أعمى يعني شوف يا أخي الكريم دايما أي عالم من العلماء تبقى له مسألة كده شزة فيها معروفة لدى الجميع فإن وردت عليك هذه المسألة ووجدت استنكارا من الناس ووجدت الأدلة التي يسوقها الناس يعني قوية خلاص استلت هذه المسألة منه لكن الأساس خلاص ما دوم تتثق في علم رجل ودينه لا بس أن تتبعه ما لم يكن هناك نص يخارف تمام خلاص ربنا يبرد فيك والتقالي ثاني معلش ها أنا أعرف أن أتعرف بس أم حضرك معي تفضل دلوقتي أنا في شيخ في سين مشايخ ربنا يبرد فيه يا رب ويحفظه هو كل حياته مخصفة للدعوة ثلاثة السيرة نموية وثلاثة فقه كل حياته كده ولكن هو كان في مكان مع شيخ مع سين من المسايخ هذا الشيخ يعني ايه له يعني اه مش اه يعني مش عادي قولي يعني حاجة حاجة مش كويت رأنا أخد هل ينفع أنا مثلا أنا آآ كطالب ليه يا باللي بيقول الشيخ مصطفى ماليش دعوه هو متواجد في مكان مع واحد مش كويس حالات سين قبلي لا يعني مثلا يعني مثلا هتكون أصرح يعني من ذلك يعني مثلا انا دلوقتي في شيخ ما فيش فمرة قال حاجة عن أراوه سياتية ما فيش حاجة قال اي حاجة لها علاقة بحاجة غير الدين كل حياته ماشا الثلاث التعليمية هو بينصح الناف وكل حاجة ولكن اه اه اتصور او تواجد مع شخص اه اه يعني نعلم عنه انه يعني مبتدع اي حاجات كده اه ما يفعش اقول فرق كمان يعني يعني ان هو يعني اوراقه مش مش كويسة مش ممكن يكون في هناك اسباب دعت الى ذلك على سبيل المثال مثلا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما راجل عالم من علماء المسلمين الاجلاء الفضلاء وذهب للخوارج لكن لماذا ذهب الى الخوارج ذهب الى الخوارج يناقشهم ذهب الى الخوارج يفند شبههم وجلس معهم مدة الى ان نفع الله به ورد ربنا سبحانه وتعالى ما يقارب الاف مؤلفة اصبحوا في صف علي بعد ان كانوا سيوفا عليه فانت تسأل لماذا جلس مع هذا الشخص ما الحمل له على ما صنع قد يكون هناك سبب انت لا تعرفه وقد يكون فرض عليه هذا المجلس وهذا وارد وارد ان يفرض عليه كمجلس من المجالس على سبيل المثال وارد انه تأول على سبيل المثال وذهب الى الشيخ يعود لمرضه مثلا واحد التقت صورا نجلس مع الشيخ يمسح في مرضه ويكلمه كلام طيب فلازم نسأل كما قال الرسول على السلام لحاطب ابن ابي بلتا قد ارسل رسالة الى المشركين يخبرهم فيها بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما حملك على ما صنعت ذكر رب العزة سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم يا ابليس ما لك ان لا تكون مع الساجدين لماذا يا ابليس لماذا امتنعت من السجود وربنا العليم الخبيل سبحانه وتعالى ما لك ان لا تكون مع الساجدين من السبب الحامل لك على عدم السجود فأبدأ اسبابا باطلة فمن ثم حق عليه القوي بارك الله فيك رب العزة سبحانه وتعالى انت لان تجد شخصا بهذه المثابة يعني على سبيل المثال بعض اخواننا ذهبوا الى شيخ مشهور جدا من المشيخ الرسميين ايه بعض الافاضل من المشيخ اللي انت تعرفهم جاءوا وقالوا تعالى معنا نذهب نزور فلان ذو المنصب الفلاني معروف لدى الجميع وانا اعرف ان اشعاري اه فقلت لهم لماذا تذهبون قالوا محبة في الله قلت لانا لا احبه في الله لن اذهب فذهبوا اليهم يعني كي يقدموا له نصحا كي يحافظوا على شيء معين من الامور التي تساعدهم في الدعوة فاول ما دخلوا عليه دخلوا عليه مبسطين في الكلام وجلسوا معه قال يا جماعة انا اشعرين وافتخر فماذا يصنعون في هذه التوقيت اذا خرجوا مباشرة يعني مكتهدون في المسألة جلسوا معه هل معنى جلسهم معه انهم يقرونه على مقال لا ما يلزم ان يقلوا على مقال طب لو كانوا من نفس الحزب معاه يعني لو الشخص هو الوقت كان من نفس الحزب بس ما بيقوش اي حاجة لها علاقة اعراء سياسية ولا اي حاجة لها كل كل كلام قال الله وقال الرسول وثلاث السر ونبريق وكل حيات ما بيقوش اي اعراء سياسية خالص بس الترجس كان مع شخص اللي نعلم معنهم خير والله كل المسألة لها ملابساتها الله يحفظك قد يكون مقت هل هناك منع ان يكون واحد اكتاد واخطأ نعم نعم